السلام عليكم يا طيبين أنا خليفة الهارون معروفكم من سير كيو مع راقمي تيفي قبل ما نبتدي حابت أقول رمضان مبارك وأشكركم حق كل المسيجات اللي بعتوا لي عن طريق تويتر وسناب شات وإنستغرام فشكرا وإن شاء الله أنتم صايمين صح؟ صايمين اليوم بغاية أراويكم الـ Air Selfie أصغر درون مع كاميرا والفكرة نحن نقدر نصور نفسنا عن طريق الدرون شبير ويتطير يطير يطير يلا ومن أصغر الدرونات شنو جمع درون درونات فمن اصغر الدرونات في العالم بس بحط هاي على جم دقيقة عشان نشوف شي يعطوننا في العلبة فنقدر نشوف من اعلى العلبة عندنا وعندنا مروحة مروحتين واربع مراوح علشان نقدر نغيرهم في الدرون اذا نكسر واذا احنا عندنا اي مشاكل اوكي بخل نحط هاي على جمب ومن من اسفل هل احنا عندنا شي لا مني احنا عندنا الدليل ومني احنا عندنا ورقة وكاتبين لنا لا تستعملون الدرون او الارسلفي في المطر او في الثلج او اذا في وايد هوا او اذا في شنو ديش معنات هاي 2 ميلي سيكوند ما بفاهم يمكن انتو تعارفون اه وش معنا هاي لا تستعملون في الليل ما بمتأكد بس المهم يابون يابون نكون يعني محترمين لما احنا نستعمل الارسلفي وطبعا في بعض الدول يمكن ما تقدرون تشترون هالجهاز او يمكن يمنعون الدخول دخول هالجهاز في الدولة ولكن اعتقد انه في معظم الدول بيفهمون انها يطير فقط لمدة دقيقتين او ثلاث دقايق او في نفس الوقت طبعا بس بيصور سلفي عادي عن طريق التلفون فهاي مبدرون للمحترفين انزين مني احنا ايضا عندنا الكافر فطبعا نحن نقدر انركب الايفون في هاي هاي للايفون وعلى ما اعتقد يغيروا عندهم عدة كافرات ولكن حاليا اللي عندي طبعا للآيفون فقط وخاصة للآيفون ستة وسبعة وايضا اقدر انركب الدرون في هاي بس براويكم بعد شوي مني احنا عندنا المايكرو يو اس بي علشان نقدر نشحن الدرون او الكافر ننزين ففي الكافر عندنا بطارية فتقدرون اذا تابون تستعملون البطارية اللي في الكافر علشان تشحنون تلفونكم بس لازم تشيلون معاكم الواير مايكرو اس بي الى اللايتنينج بس اذا تابون تقدرون تشيلون هاي وطبعا هاي الربر عشان نحمي الدرون اذا ضرب مثلا في الطوفة هاي بيحمي شوية واقدر اركب الاير سيلفي تشديه وتقدرون تشوفون الليت وبيشحن الاير سيلفي طبعا نقدر نستعمل الاير سيلفي لمدة ثلاثة واربع دقايق وبعدين لازم انركبه في هاي علشان يشحن فيلا خلونا اراويكم شلون اقدر استعمل الاير سيلفي انزيني الغاليين فانش سويت ركبت الايفون 7 في الكيس او الغطة وطبعا عندنا الاير سيلفي مني فانا بشيل الاير سيلفي واول خطوة من اسفل الاير سيلفي عندنا عدة سنسورات وهاي اللي بعرف اذا مثلا هاي على يدك او اذا المفروض ان ينزل ومتا يطفي الاير سيلفي لما نختار الاندينج مود ولكن ايضا عندنا زر بسيط ولو نضغط على الزر بشغل الواي فاي ونقدر نشوف ليه تأزرق مني ونشبك الاير سيلفي الى التلفون عن طريق الواي فاي عندما خلصنا نفتح التطبيق ويراوينا بيجنر مود طبعا انا بيجنر اهي من اول مرات او ثاني مره استعمل الاير سيلفي عندنا السيلفي كنترول مود ستاندر مود وقالري عشان ايضا نشوف كل الصور عندنا التوتوريال عشان اعلمنا نستعمل الاير سيلفي وعندنا الانستركشن مانيول هاي الدليل السريع لو انا اختار سيلفي مود بيجنر اقدر اتشوف البث المباشر فتقدرون تشوفون الليت من ناك ويبث الى تلفوني عن طريق الواي فاي اقدر اطير اقدر انزل الف يسار الف يمين وهي بعد لفة بس اللفة تشذي على اليسار وعلى اليمين اذا انا ارجع ترى احين قاعد يصور فيديو تقدرون تشوفون انه عندنا كاتبين ركورد اقدر اوقف الفيديو والحين اوقف ارجع الى الصفحة الرئيسية اختار سيلفي موشن كنترول مود اقدر اتحكم تشذي وايضا يقدر يلحقني فبيتذكر ويهي ولما ابي اصور صورة بسيطة بيلحقني وانا قاعد تمشي في الصفحة الرئيسية نختار ستاندرد كنترول مود هاي ذكرني فيه طبعا الجي جي اي هاي الجي مود مفروض هاي للجي مود عندنا الجي مود ونقدر نتحكم فيه اللي يسمونا الجرافتي مود مني عندنا البي مود وهاي شكله واذا بغينا نقر نصور صورة او نصور فيديو يلا براويكم شلون انا اقدر استعمل ال اير سيلفي شكرا 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 فأبيكم تقولون لي يا الطيبين يا الغاليين ما رأيكم فيه ال اير سيلفي اعتقد ان بعض الناس يستنسون مع اللعبة ناس ما قلت لكم هاي موب للمحترفين اعتقد ان الكاميرا اللي في التلفون ويمكن احسن لكم بس تتشيلون معاكم سيلفي ستك مدالما اتحاولون اتطيرون ال اير سيلفي وتقعدون يمكن دقيقتين ثلاث دقائق وانتوا قاعدين تحاولون تختارون احسن مكان ويمكن هوا براع تحرك وايد بس الحلو انا احب شركات اللي يحاولون يبون لنا اشياء جديدة وغريبة ومن احدث التكنولوجيا فأعتقد مع شركة اير سيلفي ان شاء الله مع الجيل الجديد يقدرون يتحسنون خاصة من ناحية البطارية وخاصة من ناحية جودة الكاميرا فقلوا لي انتوا ش رايكم هل انتوا تابون تشترون اير سيلفي هل انتوا تحبون هالانواع من التكنولوجيا واخيرا لازم اقول لكم لان دائما اقول لكم في كل فيديو شكرا 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 يلغالين انتوا من اطيب الناس وانتوا تدعمونا وتعطونا الثقة في النفس وطبعا كل الشباب في رقمي تيفي يشكرونكم اذا تحبون الفيديو عطونا لايك اذا لم تحبت الفيديو بتحبت الجهد عطونا لايك اذا تابعونا تشوفون اخر الفيديوهات في اسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب وايضا لا تنسون تتابعونا عن طريق سناب شات وانستغرام وتويتر وفيسبوك شكرا ومع السلامة